20.5 قبل أن نبدأ الحديث مع ضيفنا اليوم نود الإشارة إلى هذا الخبر أن رئيس لجنة الانتخابات العلية التركية سادي جوفن يعلن فوز مرشح المعارضة إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول بعدد أصوات 40159-650 صوت مقابل 40131-761 صوت لإبن علي يلدرم مرشح حزب الحدالة والتنمية نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يعم الأمن والأمان والطمأنينة لهذا البلد حديثنا اليوم مع ضيفنا الدكتور نزار الحرباوي عن دور الشباب وبناء العلاقات العامة ولعله نستشف أيضا من أحداث الانتخابات بالأمس الدور اللي لعبوا الشباب في هذا الموضوع كيف أن الشباب عنصر هام ومحوري أيضا يتم الاعتماد عليه بالذات فيما يتعلق بمصطلح العلاقات العامة يسعدنا أن نرحب بك مرة أخرى دكتور حياكم الله دكتور أهلا نرحب بك أخي بلال وبالسدى المستمعين والمشاهدين أيضا الله يكرمك ويحفظك دكتور يعني لما نحكي نحن شباب وعلاقات التعامل أنا بعرف أن هذا الموضوع جدا مهم لا سيما هو إسقاطه على ما حدث بالأمس بناء العلاقات بناء العلاقات مع الجمهور وبناء العلاقات بذات عنصر الشباب عندما يبني العلاقات مع الوسط المحيط وبشكل إيجابي كيف نستطيع أن نفهم الدكتور يعني الحقيقة الإنسان بطبيعته يألف أن يندمج في مجتمعه ذات بعد تكوين شخصيته بعد دخوله مرحلة البلوغ يبدأ الاندماج بالمجتمع بشكل تلقائي لكن تختلف النسب الخاصة بطبيعة وتوجهات هذا الشباب بعضهم يكونوا منفتحا على المجتمع بشكل كبير بعضهم يكونوا منغلقا على نفسه بعضهم يكون شبكة علاقاته البسيطة على مستوى الأسرة على مستوى الحي على مستوى المدرسة على مستوى المحيط لكن مستوى التفاعل الموجود إذا زاد الوعي يزيد حجم وشكل وطبيعة شبكة العلاقات الموجودة بناء على طبيعة التوجهات الموجودة لدى هذا الإنسان الكم المعرف الموجود عنده طموحه آماله بالتالي كلما ارتفع سقف الإنسان كلما ارتفع سقف الوعي سقف المعرف عنده كلما تطورت شبكة علاقاته وتوسعت وكلما كان مبدعا كلما وظف هذه العلاقات بشكل إيجابي وقام بتقسيمها إلى دوائرها الأساسية حتى يستطيع أن يستثمرها ويستفيد منها ما يجري اليوم هو أن الشباب يعيش وهذه أزمة أخي بلالي وأنا أوجه هنا رسالة إلى كل الشباب الذين يسمعوننا أزمة حقيقية أن كثير من الشباب بالذات الشباب العربي يبدأ في تكوين علاقات عامة مفتوحة ضمن إطار المعارف وليس ضمن إطار شبكة علاقات عامة حقيقية فاعلة بمعنى كل إنسان يراه يحاول أن يأخذ رقم هاتفه يحاول أن يأخذه منه ويحاول أن يتواصل معه أو أصدقاء الفيسبوك أو أصدقاء السوشال ميديا المعاصرة كل هذه الأمور تسمى معارف شبكة المعارف هي شبكة عامة لكن لا يستطيع الإنسان الاستفاد منها إذا لم يضع لها هدفا بالتالي كل ما فارق القرطاص ضاع كما قال ما فارق القرطاص ضاع الشعر قديما لكن علينا أن نعرف إلى أين يعني من أين نبدأ بهذه العلاقات ولا أين نوصلها طب كيف هذا نعمله؟ يعني نحن حابين أنه نسقط بالفعل هل المعرفة الجماهرية العميقة والمعرفة الجماهرية نكون أنا إلي جمهوري وإلي ناسي وإلي علاقاتي كيف أستثمر هذه العلاقات في تحقيق نجاح وتحقيق فوز بداية عليك أن تحدد أولا ما هي وجهتك أنت لأن النجاح يرتبط بوجهتك أنت بالتالي إذا كانت الوجهة عندك الرؤية الخاصة بك واضحة عندك 100% تستطيع أن توظف هذه العلاقات في سياقها العام بمعنى كثير من خبراء العلاقات العامة يقولون عليك أن تقضي 75% من وقتك مع أناس جدد بمعنى بشكل مستمر حتى تستطيع أن تطور شبكة علاقات أوسع ثم تتوسع ثم تتوسع مثل البالون حتى تستطيع أن تنتقي من هذه المعارف الكبيرة من يفيدك في قطاعات معينة مثلا في قطاع التعليم في قطاع الإعلام في قطاع السياسة في قطاع الاقتصاد في نحوه في المجالات التي أنت تهتم بها فمثلا إنسان ميوله اقتصادية يسعى إلى تكوين شبكة علاقات عامة لكن إذا لم يبني شبكة علاقات عامة مع اتحادات رجال الأعمال لن يستفيد بالتالي أنا إنسان أبني شبكة علاقات مع الناس في الشوارع مع الناس في المقاهي مع الناس في المساجد هذه ليست القطاعات الموجودة أنا إنسان اقتصادي علي أن أوجه شبكة علاقات العامة حتى تفيدني في قطاع اقتصادي معين فبالتالي لكل وجهة ميدانها الآن كثير من الناس يحاولون أن يبنوا شبكة العلاقات العاملة لكن لا يعرفون كيف هي توظيفة كيف يمكن لي أن أستفيد فعلياً أو أن أفيد المجتمع لأن الناس تبني علاقات على مبدأ المنفع بالتالي أنا الاهتمام المشترك بيني وبين غيري هو وجود منفع مشتركة إذن عدمت هذه المنفع لا يمكن لي أن أشاركه شيء أو تبقى في إطار المجملات العامة فبالتالي نرتقي خطوة واحدة نصعد السلم درجة أخرى عندما نكون مؤهلين لتغيير سلوكنا وهذه نقطة مهمة أستاذ بلان يعني على الشباب اليوم أن يكون واعي لهذه القضية عندما تبني اهتمام مشترك مع شخص آخر وأنا أقصد شخص فرد آخر عليك أن تكون مستعداً لتطوير وتعديل سلوكك حتى تستطيع أن تطور هذه العلاقة إلى نقطة اهتمام مشترك هو يهتم بهذه العلاقة وأنت تهتم بها بالتالي يكون عندك نمط واحد وواضح من العلاقة اسمه الاحترام المتبادل للوصول إلى أهداف مشتركة جميل نحن نذكر السادة المستمعين بأرقام هواتفنا آآ للتفاعل وطرح أي أسئلة على دكتور نزار حرباب فيما يتعلق بالشباب وعلاقاته العامة أرقام هواتفنا صفر ثلاث خمسات صفرين ثلاث أربعات خمسة عشر وأيضاً صفر ثلاث خمسات صفرين ثلاث أربعات ستعاش أنا دعني دكتور يعني بالفعل أتحدث يعني بما أنه جو الانتخابات والمسيطر والمهيمين الآن وربما يظل لفترة طويلة قادمة عنصر الشباب دكتور دائماً نحن نشوف بمعنش بأوطاننا وبلادنا العربية أنه معظم المرشحين مثل انتخابات الأسات البلدية مثل برلمانات وآخرها بلظبط يعني أنه هدول الشباب يعني اللي بيكون عمره خمسين مثلاً بيكون عمره شباب أو بيكون هو ما اعتبر حال من فئة الشباب فكرة الشباب فكرة أنه أن يكون هذا الشباب وبناء العلاقات العامة هل هي يعني معتمدة على أنه والله لأنه هذا صار له فترة خمسين سنة معناته له علاقاته وإلى جمهوره أم أنه لا يعني عم نشوف الآن انتخابات التركية كتير من المرشحين شباب وفي منهم بالفعل فاز بالانتخابات البلدية طب نحن كيف نفهم هذا شيء كيف نسقطه على الواقع اليوم العلم رائد وهذه الحركة بمعنى حركة الإنسان في المجتمع بالعلم يستطيع أن يختصر السنوات الخاصة بأعمار الكبار بمعنى التكنولوجيا اليوم أوجدت عنصر مهم جداً في قضية التفاعل ما بين الناس بمعنى قربت المسافات أوجدت حدود كبيرة جداً كانت بعيدة ويعني ألبون شاسع بين إنسان وإنسان ثم بعد ذلك قلصت هذه المسافات قلصت وسائل التواصل أسلوب التواصل مدة التواصل ثم بعد ذلك أتاحت أمام الناس جهات كثيرة جداً على مستوى الجغرافي على مستوى المعرفي على مستوى الثقافي وعلى مستوى قطاعات مؤسسية داخلية الآن تتشكل على شكل يعني منظومات مؤسسية فعلية داخل منظومات السوشال ميديا بمعنى هناك مؤسسات طبية هناك مؤسسات فعلاً قائمة بحد ذاتها ولديها هيكليتها ولديها إشرافها ولديها أنوية تفاعلية ولجان تخصصية فيها فهذا الأمر يحتاج الإنسان فيه إلى بناء الشاب اليوم أكثر قدرة على التأقلم مع التكنولوجيا العصرية ومع ثورة التكنولوجيا من الجيل الذي هو سبقه بذلك أو جيل الكهو بالتالي قدرت الشباب على استثمار آليات التواصل والاتصال والدعاية والإعلان والإعلام اليوم أقدر من غيرهم وهنا تتاح أمامهم فرصة لكن ينتنقصهم الخبرة وهنا علينا أن نتحدث عن التكامل الحقيق الذي يمكن للشاب أن يستفيدهم من خبرات السابقين ليوظف مهاراته التكنولوجية الموجودة في سبيل تحقيق هدف أسماء بالتالي هو صحيح أنه الشباب متميزين في اندفاعتهم يعني محبتهم للحياة عنفوانهم يعني كما يقال الشباب هم ثروة الأمة وثورتها بالتالي قدرتهم الحقيقية ونفوذهم في المجتمع وصوتهم في المجتمع حاضروا بقوة لك كيف يوظفونه هنا السؤال؟ يعني دكتور أنت بهذا المبدأ وبهذا الطرح بتقول أنه فكرة ترشح لبعض المناصب البلدية البرلمانية قد يكون مبكر أو ليس في أوانه؟ الأصل أن يدمج ما بين الاثنين أن يكون في كل تشكيلة حزبية موجودة هنا وكما جرى في تركيا هنا وكما جرى في بعض البلدان أن يكون هناك تطعيم لعنصر الشباب في هذه البيئات حتى يكتسبوا الخبرات ثم بعد ذلك ينقلوها للأجيال اللاحقة لكن أن تكتفي بعنصر شباب مثلا موحد هذا أمر خاطئ أن تكتفي بعنصر كهولي وحدي فهذا خاطئ أنت بحاجة إلى طاقة شبابية وهمة شبابية تغذي حالة الفكر الموجود عند الشيوخ أو الكبار أو أصحاب التجربة ثم بعد ذلك أنت بحاجة إلى من يهدئ من روع الشباب حتى لا يكون عندهم اندفاع فبالتالي هذه العلاقة الكاملية الآن ما جرى مثلا أضرب لك مثلا في سؤالكم أستاذ بلا في الانتخابات التي تمت بالأمس هناك طواقم شبابية ناشطة جدا في العمل الدعائي في الحملات الدعائية أنا لا يهمون نتيجة الانتخابات وأنا سعيد جدا بها على كل الأحوال لكن يبقى شيء أن الشباب فعلا يديرون حملات العلاقات العامة داخل المؤسسات السياسية الموجودة داخل الأحزاب السياسية الموجودة والمتنافسة داخل المؤسسات الإعلامية باحترافية عالية بمعنى هناك حالة من الفكر التراكمي الجيد بناء شبكات العلاقات العامة استثمار شبكات العلاقات العامة لدى الشباب اليوم داخل الطيرات السياسية بمعنى هناك مجموعات على تويتر على فيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هناك تواصل مجتمعي وأهم شيء في العلاقات العامة الوجه لوجه لا تكن أسيرا خلف شاشة هذه قاعدة الشاشة قد تفتح لك أفاق قد تمهد لك طريق لكن بناء العلاقات وتوظيفها يحتاج إلى أن تجلس مع الشخص أن تفاوضه تتحدث معه تتعرف إلى أسلوبه تقرأ لغة جسده تعرف كيف يمكن لك أن تتواصل معه فعليا على أرض الواقع وليس من خلال مواقع السوشال يعني نحن نستطيع أن نفهم دكتور أنه الشب أو الشباب الذي يريد أن يبني علاقات وبالفعل يستثمر هذه المعرفة يستثمر الثورة التكنولوجية التي ذكرت حضرتك واستخدامه لابد أن ينزل الأرض ويقابل الناس ويواجهن طريقة آلية مقابلة الناس كيف تكون هل بالانخراط فيه ولا إما محاضرة عامة ولا إما أن يكون يعني هو مثل ما قلت ينقص الخبرة طب كيف رح يواجه هذا الناس كيف ينزل على الأرض العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم جميل مواجهة الناس تحتاج إلى خبرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم بالتالي مخالطة الناس برغم كل السوء الموجود في بعض المجتمعات مثلا موجود أو حالة لأن الناس ثلاثة أنواع الناس إيجابي وسلبي ومعطل الإيجابي دائما تجدوه مندفع وكذا هذا سهل أن تبني معه علاقة لأنه أصلا منفتح على غيره الإنسان السلبي غير مهتم يعني ما جاء فيه مثلا نتائج الانتخابات فاز هذا الحزب وهذا اللي لا يهمه بالتالي لا يكترث بما يجري بما أن معاشه مستمر بما أن لديه بيته بما أنه يدفع الضلائب بما أن الأسعار لا زالت معقولة فبالتالي لا يدفع هذا إنسان سلبي وهناك نوع ثالث من الناس وهو الإنسان المعطل هذا المشكلة يعني هنا يعني الذي يضع العصية في الدوالي للتعامل معها فالإيجابي يسهل عليك التعامل معه طيب بالحال الموجودين نحن فيه العنصر الإيجابي وين موجود كيف يتمثل شكله لا يوجد فيه نمط واحد ولكن الإيجابية موجودة في كل إنسان بالتالي كل إنسان حتى وإن ظلنت أنه سيء فيه نقطة إيجابية يعني نحن دكتور رحل لك أنا قد يصيب الآن حقيقة حقيقة الشباب الآن العربي الموجود في تركيا عندما يطلع على هذه النتائج مثلا قد لا ترق له حقيقة لأنه بالنسبة له أنه يعني كل هالإنجازات الموجودة وكل هذا التقدم وبعد ذلك صار هيك معنات الأمل يعني شو بدنا نشتغل لنشتغل أكتر ربما هذا ما يدور في خلدهم ليش هيك صار ليش هاي الأمور برغم أنه هذا الأمر ربما هي نظرة العرب ربما جميع لكن هذا وهو إيجابي وهو عنده هالطاقة الإيجابية العنصر السلبي هو مثل ما تفضلت هو أصلا موفر أماه ويمكن عم يجيله دخل من بره عم يحكى الشباب العرب كيف نستطيع أن نغير هذا يعني أخشى ما أخشاه على الطاقة الإيجابية لعند الشباب أنه تتحول لإنهزام هذا الذي نخافه الحقيقة أستاذ بلال هنا لابد للشباب اليوم أن يأخذ هذا الدرس وهذه التجربة يعني ما جرى في تركيا هي عملية اختيار حقيقي أشعب قال كلمته في جانب خدماتي بمعنى البرامج الانتخابية لعبت دورا الضغط الاقتصادي لعبت دورا نعم لكن عمليا البرامج الاقتصادية التي تم طرحها البرامج التنموية والبرامج التي طرحت من الأحزاء برامج جميلة جدا فبالتالي يعني مثلا خسارة حزب العدالة والتنمية لأنقرة خسارة معنوية للرئاسة لكنها حزب العدالة والتنمية أخذ من 25 إلى 19 مقعدا بمعنى المجلس البلادي كله معه كل المجلس وثلاثة إلى حزب الحركة القومية المتحالف معه في التحالف فبالتالي أنت تتحدث عن ثلاثة مقاعد فقط لحزب الشعب الجمهوري فالمعادلة ليست كما تقرأ بشكلها العام وهذا جنب خدماتي بمعنى البلدية جنب خدمتية علينا أن نحسن قراءة هذه النتائج قراءة جميلة بمعنى التوزيع الجغرافي الموجود تعاون التحالف الموجود وتوزيع البلديات والضرار حزب العدالة والتنمية إلى سحب بعض مرشحيه في مقابل أن يطرح مرشحين آخرين مع أنه كان بإمكانه أن يطرح بطرح أقوى عدم تراجع حزب العدالة والتنمية التراجع الكبير بمعنى يعني الآن بعد سنوات من العمر الناس تحب التغيير فبالتالي عدم تراجعه هذا دلال على الحيوي وقبول الناس بالشارع به الأهم في هذه المعادلة أن حزب العدالة والتنمية تحديدا حزب الحركة القومية وهذا أدى إلى ارتفاع صوته بشكل كبير جدا وحزب الشعوب الجمهوري ركزوا على عنصر الشباب بالتالي دوائر الشباب عندهم ودوائر المرأة عندهم ودوائر الجامعات عندهم كانت مفعلة جدا هذه أول انتخابات يكون فيها مستوى التفاعل على مستوى قطاع الشباب وهنا دور العلاقات العامة أسلوب التواصل تحديد الجهات فتح الدوائر الخاصة مجموعات الفيسبوك مجموعات تويتر حتى مجموعات الواتس أب كانت نشطة جدا في هذا الاتجاه بعد أن أفتحوا هذه المؤسسات شكلوا أنوية في كل مؤسسة في كل جامعة في كل نادي وبدأوا بالتواصل مع الناس وهذا يضخ أخبار من طرفه وهذا يضخ أخبار من طرفه لكن المهم وظفوا هذه المعرفة وهنا نقطة العلاقات العامة وظفوا هذه المعرفة في لحظة الانتخابات وحاول كل إنسان أن يضغط على الشريحة التي يستطيع أن يصل إليها ليوصل لها معلومة من طرفه ثم بعد ذلك تطورت هذه المعلومات إلى بناء إعلامي هذه تجربة ممتازة لا ننظر إلى نتاج الانتخابات لأن الانتخابات بلدية في النهاية أن المواطن التركي يحتاج خدماته بالتالي الهدف عنده خدمات وليس السياسة في هذه الاتجاه وإن كانت تعطي دلالة سياسية لكن القراءات ممتازة في هذه الانتخابات ويعني أنا سعيد جدا بها حقيقة لأن الكلفاس الكلفاس في هذه الانتخابات كنا نتمنى أشياء ولكن هذه الانتخابات وبالتالي الحرية في اختيار جميل أن تقول للناس خذ راحتك أن لا تعرف نتائج الانتخابات مسبقا كما يحصل عندنا في العالم العربي مسبقا وتعرف الأشخاص والمعينين أنت حتى اللحظة الأخيرة تنتظر النتيجة النهائية فبالتالي هذه الدلالة على الحيوية علينا أن نأخذ هذه التجربة نعم المهم أخي بلال الشباب اليوم أن يدرسوا واقعة يعني أنا عندي مشكلة اليوم كثير من الشباب من موجود في هاتفك أصدقائك صحيح كم صديق تتصل به مجموعة الفيسبوك مثلا ومجموعة الواتساب أو غيرها تتصل به بشكل يومي صباح الخير مساء الخير جمعة سعيدة هذه ليست علاقة عامة هذه علاقة مجاملات هذه لن تفيدك لا في حياتك لن تطور عندك ثقافة لمعرفة طب صحة أنت الآن تهدر وقتك أنت تعيش تلك هذا اللي بدنا نأخذ الآن إذا ابدا من حيث أنت أشرت دكتور كل واحد فينا قد يكون عنده مثل ما تفضلت مئة صديق خلينا نفترضون فيهن مئة صديق وطبعا أكثر مئة صديق الفعال معهم الفعال معهم يمكن ما بتجاوزوا اثنين أو ثلاثة بالمكسمم يعني أنه خمسة هذول اللي فعلا عم يأخذوا يعطي مال خلينا نقول أنه فعلا كيف الشخص الإيجابي يستطيع أن يستثمر الناس الموجودة عنده لبناء هذه الحلاقات أحد المبدعين يقول كل سنة أغلق هاتفي ألقي بالهاتف تماما أخذ منه هاتفين أو ثلاثة ثم ألقي الرقم كاملا وأخذ الرقمين ثم أبني شبكة علاقاتي من جديد بالتالي الألف خط اتصال موجود عندك وهو غير مفعل ما جدوى لماذا؟ يعني السؤال الأكبر لماذا تضعه؟ بالتالي أنت لن تستطيع يعني خوفا للزمن إن احتجنا في المستقبل هذا قد تحتاجه وتضعه في إطار معين بمعنى شبكة العلاقات الإنسان الواعي اليوم نحن في زمن أرشفت الملفات داخل الحاسوب يعني جهازك باتت سهلة جدا الصور والأرشفة سهلة جدا بالتالي أرشفت خطوط الاتصال موجودة عندك دائرة المدرسة دائرة الجامعة دائرة الحي مثلا في دقيقة لا بد أن تعطيني إياه إذا لم تعطيني إياه فأنت غير منظم في علاقاتك بالتالي ما هي شبكة علاقاتك الإعلامية؟ لا بد أن تعطيني إياه ما هي شبكة علاقات اقتصادية؟ أنا أريد منك طبيبا أنا أريد منك شيئا أريد منك اقتصاديا أريد منك ضيفا أريد منك في أي مجال من مجالات الحياة أنت لا بد أن تكون مؤرشفا في هذا الاتجاه وأنت كأب وهذه النقطة أنا أود التركيز عليها أستاذ بلال أنت كأب لا بد أن تزرع هذه الثقافة في أبنائك يعني أن تعود ابنك الصغير وهو في خمس سنوات ست سنوات من تعرف من الشعراء هو عمليا لا يعرف والأب يعرف أنه لا يعرف لكن سؤالك هكذا من تعرف من الشعراء من تعرف من الأدباء من تعرف من الإعلاميين من عندك رقمه أنت أثرت عنده الحفيظة بالتالي أنت زرعت فيه قيمة أن يبدأ بخطوط تواصل مع جهاته الأساسية فبالتالي وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه صحيح طيب دكتور يعني هذه كنت عم تحكيلي عن النمط الإيجابي ثم بعد ذلك قلت لي في النمط السلبي اللي ما بهمه أي شيء في النمط المعطل صحيح هذا النمط معطل شو سمعته هذا هذا كيف أنت عامل معه بالعلاقة هذا حبيب الشيطان هذا يعني طبعا في كل مجتمع من المجتمعات هذا موجود عنصر خاص فيه يعني بمعنى أناس لا يحبون الغير للناس إما أن يكون عنده مرض نفسي حتى أن يكون عنده ارتباط مصلحي أو غيره بالتالي أستاذ بلال نجح في شيء أنا فورا آتي إلى الإذاعة وأقول لهم هذا إنسان أنا لا أحب هذا إنسان كذا وثم أحاول أن أضع أكثير من الأمور باتجاه معين ثم بعد ذلك مثلا نجح فلان في الإعلام نجح فلان في السياسة نجح في الاقتصاد نجح في هذا يحاولون فعلا في كل شيء أن يضعوا العصي في الدواليب فلانا نجح ابنوها في المدرسة يقول لها يعني التعليم لا يأتي بها ما يجعله كذا يحطمون كل شيء يحطمون الروح المعنوية في المجتمع هؤلاء الناس صعب أن تبني معهم علاقة ناجحة لماذا؟ لأنهم بنفسيتهم المريضة لا يستطيعون فعلا إفادتك لا فاقد الشيء لا يعطيه فبالتالي هم يحتاجون إلى علاج في المجتمع لكن هؤلاء علينا أن نعالجهم بأسلوب آخر بمعنى النجاح ثم النجاح تراكمية النجاح هي التي تجعل هذا الصنف يخفض ويخنص بالتالي لا بد لنا أن نكون واعين جدا أننا بحاجة إلى شباب ناجح اليوم حتى تقف عجلة من يعطل العجلات طب جميل يعني وصلنا نحن دكتور لمرحلة أنه الآن أنا عندي شبكة من العلاقات العامة الرائعة وحددتهم وعرفت أن أهدوا للناس اللي أنا ممكن أدفع المعنى السؤال كيف يمكن الاستفادة منهم؟ عليك أن توظفها بعد تقسيمها بمعنى أنا إنسان أنا أهتم في جانب مثلا رقي الأكاديمي مثلا أنا أحتاج إلى أن أرتقي أكاديميا من مثلا بكالووس إلى ماجستير إلى دكتورات ومن بعد ذلك أن أصل إلى البروث هدفي في الحياة هكذا أن أصل كمثال أو اقتصاديا أو إعلاميا أريد أن أصبح كذا هذا الهدف يحدد عليك شرائح معينة بمعنى ما هي دائرة حركتي الآن لن تفيدني دائرة الحركة في خارج هذا الإطار لن تفيدني دائرة الحركة في خارج هذا الإطار بالتالي أنت عمليا قسمت الدوائر التي لن تفيدك عندما حددت وجهتك فخرج 90% من دائرة علاقاتك العامة فقط بمجرد تحديد هدفك حلو جميل الآن أنت تحصل هدفك في العشرة في المئة العشرة في المئة هذه يتم تقسيمها أيضا إلى دوائر بمعنى أولويات معينة هذا في الأهمية رقم واحد تضعه في دائرة حلو والأناس الذين هم إسناد تضعهم في دائرة أخرى ثم بعد ذلك الأناس الذين هم معرفة عامة إثرائية للطوارئ في هذا الاتجاه نأخذ مثال مثلا دكتور الشخص يريد بالفعل أن يتميز بأن يكون إنسان مهني ناجح في مجال الإعلام مثلا الآن قسم مثل ما تفضلت عمل هذه الدوائر ثم ظهر بدائرة يحتوي على الأسماء المهمة والمفيدة في مجال الإعلام مثلا دكتور نزار مؤسسة 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 أنت بنيت قاعدة بياناتك بعد بناء قاعدة البيانات الأساسية تقسمها إلى مؤسسات وإلى أفراد بمعنى إلى شخصيات معنوية أو شخصيات اعتبارية كما تسمى أو شخصيات حقيقية هذه الشخصيات كيف ستستفيد منها ما هي مجالاتها يعني أنت تتعرف إلى نزار النزار ليس لديه موهبة ليس لديه مهارة لن تستفيد منه فبالتالي هو معرفة في دائرة الإعلام لن تستفيد منها فبالتالي أنت تضعه في المستواه الحقيقي أنت تعرف مؤسسة قد تطور مهاراتك أنت تعرف مؤسسة تدريبية قد تعطيك دورة في الإعلام أنت تعرف مؤسسة تكوينية تنموية حتى تستطيع أن تؤهل المهاراتك الأساسية في فن الإلقاء في فن الخطابة في فن الإدارة في فن الانتاج المونتاج المكساج وغيره أنت تستطيع أن تستفيد منها في هذه الجزئية تحديدا أن تتضعه في دائرة المؤسسات البانية أو مؤسسات التنمية ثم بعد ذلك تنتقل إلى المؤسسات المقترحة للعمل هذه دائرة ثانية ثم بعد ذلك مؤسسات إبداعية ريادية كهدف أول يعني أنا أسعى مثلاً أن أعمل في قناة مثلاً الجزيرة ولكن من خلال وصولي إلى قناة كذا قبلها قناة كذا فبالتالي التسلسل الموجود عندك وصولاً إلى المستويات المتقدمة منك جميع يحتاج إلى والسلم لا يصعد مرة واحدة درجة خطوة خطوة ويحتاج إلى جهد فبالتالي في مثل عربي يقول يعني ماش في شيء ببلاش إلا العمو لطراش فبالتالي إذا أردت إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فبالتالي عليك أن يكون هدفك سامقاً وسامياً وعالياً ثم بعد ذلك تحدد أولوياتك وأجندتك ثم بعد ذلك تبذل جهدك في الوصول إلى هذه الحقيقة أنت كيف طبقتها الفكرة بحياتك شخصي أنا أحاول أن أطبقها حقيقة من خلال هذه المعنى بمعنى نشارك في كثير من المؤسسات والمنتديات الموجودة مثلاً لدينا أنا أمثل المجلس العربي للعلاقات العامة على مستوى تركية ولكن فلسفة العلاقات العامة فلسفة عديثة وتطوير هذه الفلسفة إلى بناء حقيقي شبكة مؤسسات من خلال العلاقات مع قطاع الإعلام وقطاع القانون قطاع الأعقاء وقطاع التجارة يحتاج إلى فلسفة ويحتاج إلى جهد وضبط لأن هذا أمر مزعج أن تكون عضواً في 500 جروب مثلاً واتساب في كل ثانية يأتي 50-60 هذا شيء مزعج لكنك تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى صبر ثم بعد ذلك إلى توجيه ومن هذا الكم الكبير جداً من هذه العلاقات أنت تنتقي بعد اختبار بمعنى ليس كل شيء إلغاء حذف لا بد أن تصبر ثم بعد ذلك تقرأ الفلسفة والرؤية الموجودة خلف ذلك ثم بعد ذلك تطور هذه الشبكة إلى هذا نافع نافع جداً سيء لا فائدة منه ثم بعد ذلك تبدأ بالحذف تبدأ بالإضافة وتبدأ بالانتقال ما بين هذه الشبكات المعرفية على مستوى السوشال ميديا أيضاً لكن لا يهمني السوشال ميديا لا تبقى أسيراً خلف شاشتك لا بد أن تنزل لها مؤسسة المجتمع المدني أنا أدعو الشباب هنا حقيقة لن أستاذ بلال انخرطوا في مؤسسة المجتمع المدني ادخلوا في العمل أهلي ادخلوا في العمل الطوعي لا بد أن تواجهوا الناس وجهاً لوجها لا بد أن تتعرفوا إلى طبائع الناس يعني أنت تسمع مني كلاماً جيداً عند الاحتكاك ما يتراني أني إنسان سيء تماماً لماذا؟ لأن هذه الفلسفة أنا أمام الشاشة أنا إنسان آخر ثم بعد ذلك في الواقع عندما تحتكمي أنا أتعب أنا إنسان أنا أغضب فبالتالي هذه الفلسفة الموجودة أنت تحتاج إلى أن تعرفها بالممارسة أن تعرف كيف يمكن لك أن تواجه الناس أن تتعامل مع إنسان غاضب مع إنسان حنق مع إنسان عنده ردود فعل سريعة هذه الأمور تحتاج في العلاقات العامة إلى بناء لأنه ليس كل من قل لك نعم فهو نعم وليس كل من قل لك لا فهو عدوة بالتالي أنت بحاجة إلى تأسيس المعرفة لتنطلق بعد الفهم في مشوار العمل جميل دكتور نزار الحرباوي مستشار الإعلامي والخبير في مجال العلاقات العامة حقيقة يعني هذا الكلام الرائع لا سيما ربما مثل ما ذكرت أنت حضرتك ولفتت الانتباه لإله بأنه عملية وعجلة التحرك وعجلة التقدم في بناء العلاقات العامة لا تنتهي إلا بانتهاء الأهداف والأهداف أصلا عند الإنسان العمر ما كانت تنتهي ربما عندما يصل الإنسان إلى نقطة ويقول أنا انتهيت وحققت أهدافي فربما الآن بدأ مشوار الفشل بالنسبة له وليس كذلك دكتور دكتور وأنا اسمح لي هنا بطبيق دقيقة حدد أهدافك من إله يعني قل سأصبح من أنا اليوم صف سأصل عشرة أنا اليوم ووجود هنا سأصل بعد سنة إلى كذا ستبدأ بتكوين شبكة ضغط حقيقي على نفسك للاستفادة من شبكة علاقاتك ودائما كن مبتسما ومتفائلا واحرص على معرفة الإيجابيين بإذن الله سبحانه وتعالى دكتور نزار الحرباوي المستشار الإعلامي والخبير في مجال العلاقات العامة أشكرك شكرا جزيلا أعزائي المستمعين والمستمعات في نهاية حلقة اليوم من برنامج صواحك مسك نسأ الله سبحانه وتعالى مرة أخرى لجميع التوفيق في هذا اليوم وأن يعم الأمن والأمان هذا البلد وسائل بلاد المسلمين على أمل أن نلقاكم غدا دمتم في معية الله كان معكم بلال صالح